أفادت مصادر إعلامية بأن محادثات أستنى ثلاثة اختتمت بالاتفاق على تشكيل لجنة لمراقبة هدنة وقف إطلاق النار وأضافت المصادر أن البيانة الختامي لمباحثات أستنى دعا إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأسرى والمعتقلين وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الحدود السورية التركية القيادي في الجيش الحر مصطفى سيجري أهلا بك إلى نشرة المنتصف سيد مصطفى محادثات أستنى اختتمت وكان الحديث يدور حول تمديدها يوما إضافيا والفصائل ستتجه بوفد عسكري تقني إلى هناك ما الذي تغير؟ طبعا نتجه أي وفد إلى الأستانة ولم يكن هناك أي تنازل بتغيير الموقف حقيقة كنا سعينا لحضور أستانة واحد وأستانة اثنين من أجل تحقيق مصلحة للشعب السوري ولكن إن كان هناك مساعي من الجانب الروسي من أجل استغلال وجود الوفد المفاوض وتحقيق مكاسب سياسية فبالتأكيد كان ينبغي على الوفد المفاوض وأيضا على الفصائل العسكرية أن تتقذ موقف واضح ونهائي بعدم استغلال وجود الوفد في المؤتمر للأسف روسيا على ما يبدو هي ما زالت تريد الاستمرار في إجرامها ضد الشعب السوري ولا تريد أن تقدم هذه التنازل حقيقة نعم عدم مشاركتكم في أستانة ما هو موقفكم من البيان الختامي وهل ستلتزمون بمخرجات المحادثات طبعا نحن قلنا أننا نلتزم بقرار وقف اطلاق النار ما دام في الجهة المقابلة هناك من يلتزم ولكن الكل يشاهد ما يجري الآن من عمليات التهجير والقصف المستمر على كامل الأراضي السورية وبالعودة إلى الوسيقى الموقعة الأولى في أنقرة كان من المتفق في حال كان هناك خرط فيحق للطرف المقابل في الرد فنحن مستمرين أولا بالرد على مصادر اطلاق النار لن نقف مكتوفي الأيدي من عمليات الإجرامية التي يقوم بها نظام بشار الأسد وبالتأكيد الموقف سابت في حال كان هناك قرار أو إلزام من الجانب الروسي باتجاه الميليشيا الإيرانية ونظام الأسد بوقف حقيقي لإطلاق النار فنحن نلتزم ولكن لن يكون مننا أي التزام كرد فعل على ادعاءات الجانب الروسي لم يكن صادق بأي من التعهدات التي قالها في الغرف المغلقة وأيضا في الاجتماعات ربما هو يحاول تحقيق مكاسب سياسية على تدور في صالح السورة السورية نعم اطلعتم على البيان الختامي لأستانة ثلاثة ما الذي اختلف أستانة ثلاثة عن أستانة واحد وأستانة اثنين؟ يعني على الواقع الميداني لم يختلف إلا مزيد من الإجرام يعني للأسف كما قلت كان لنا مساعي للجهة الضامنية التركية يعني على وجه الخصوص لتحقيق مصلح ولكن بكل صراحة لم يتحقق لنا أي مصلحة وفي المقابل نحن لم نقدم أي تنازل يعني في مؤتمر أستانة واحد واثنين لم يقدم الوفد أي تنازل وبالتالي عندما أصبحنا على يقين بأن أستانة ثلاثة لن يحقق أي مصلحة إطلاقا بل ربما يكون هناك مصلحة للجانب الروسي فامتنعنا عن الزهاب ما دام يعني لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار لا يوجد وقف لعمليات التهجير الجماعية يعني الوفد سابت على هذا الموقف وأقولها بكل صراحة وفد المفاوض تعرض لضغوطات يعني كبيرة جدا من عدة أطراف بهدف تقديم تنازل والزهاب للمؤتمر ولكن كان لمجموعة الفصائل بشكل عام موقف سابت بعدم الزهاب وأيضا لدينا ربما خطوات قادمة باتجاه يعني خربطت ما يقوم على إعداده في الجانب الروسي لدينا أوراق إن شاء الله في قادم الأيام كما قلت لن نقف مكتوفيها الأيدي إن شاء الله ولن نسمح لأجانب الروسي أن يتخذ من الوفد المفاوض يعني أدى لتحقيق أي مكسب سياسي نعم من الحدود السورية التركية القيادي في الجيش الحر مصطفى سيجري شكرا جزيلا لك